مجتمع مجلس المزراء اليوم الخميس 13 للقعدة 1439 للهجرة الموافق 26 يوليو 2018 ميلادي تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد والعبد العزيز وقد درس المجلس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات نذكر منها مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق التعاون الثنائي بشأن تطوير واستقلال احتياط حق توريتي حميم الكبير بين الجمهورية السلامية الموريتانية وجمهورية السينغان بشاريع مراسيم تقضي بالمصادقة على عقود الاستكشاف الموقعة بتاريخ 23 يوليو 2018 بين الدولة الموريتانية والشركة شرب وسيتدخل وزير النفط والطاقة والمعادن حول مضامين هذه النصوص ويتمضل بسم الله والسلام والرسول الله كان ليشرا في اليوم تقديم مشروع قانون ومشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق التعاون الثنائي بشأن تطوير واستقلال احتياطات حق للغاز اللي بيننا نحن والجارة السينغان والموقع اللي هو هذا الاتفاق ووقع في الموقع الشهوط بتاريخ 9 فبراير 2018 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السينغان طبعا الحقل توريتي حميم هذا هو حقل الغاز اللي مكتشف سنة 2015 للحدود مع سينغان وهو حقل الغاز واحتياطه يبلغ 15 الى 20 تريليون قدم مكعب من الغاز وهذا يعتبر حجم كبير يعني حقل من حقول اللي تعتبر عادته على المستوى العالم حقل معتبط واكتشف سنة 2015 أنا ذاك كانت شركة كوسموس سينرجي الأمريكية ومن ثم دخلت شركة بي بي نهاية 2016 بداية 2017 وتقدم تحضير المشروع وتقدم بوطيرة سريعة وكان هذا الاتفاق اللي وقع في المواكشوت هون أنا ذاك بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية محمد العبد العزيز لرئيس سنغالي ماكيسال هون وقع ذا الاتفاق ولن نتكلم شوي عن طبيعة نقاط الاتفاق وفي نقاط مهمة بعض اللي نتكلم عنها هي أولا تقاسم تكاليف الإنتاج في الحقل الدولتين تفقوا على تقاسم الإنتاج في الحقل هذا هو الذي على الحدود يتم بالتناصف 50% هذا هو جميع تكاليف الاستكشاف وتكاليف التطوير والإنتاج وحتى يعادة التأهيل هذا هو مضمون للاتفاق هذا هو 50% للمنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا و50% للمنطقة الاقتصادية الخالصة السنعة ثم ثلاثة نقاط أخرى مهمة زادية واحدة المحتوى المحلي فيه خطة عمل متجددة سنتين سنتين وهدفه هو تشجيع ظهور موارد وطنية مؤهلة في الدولتين والحد من اللجوء للطاقم الأجنبي وتشجيع ظهور موردي خدمات وسلع في الدولتين يعودوا قادرين على تلبيت متطلبات صناعة النفط من حيث الجودة ومن حيث المعايير هذه النقطة الزادية مهمة النقطة الأخرى لي لا تنقصها همية هي تزويد الأسواق المحلية بالغاز الطبيعي طبعا هو ذا الحق الكبير ولازم له من كثري توليه تعود وعلى الأسواق العالمية غير مملي فمن الجانب لا يعود موجه للأسواق المحلية بغيت أن يستعمل أساساً من أجل الكهرباء ومن بين أمور أخرى وصناعات الكيميائية وما إلا ذلك إذن هذا يعني أن يحصل الدول على أقصى استفادة من الموارد المشتركة للمبينهم ثم نقطة ملي أخيرة من ناحية تسيير الاتفاق هي لجنة استشارية تسهل تنفيذ ومتابعة هذا الاتفاق ذلك اللجنة تشكل من الدولتين ولا يعود يرجع لها في جميع الأمور التي تعني تطوير ذا الحق لذا هو إذن هذا هم النقاط أخطرت أنتكلم عنهم في هذا المشروع القانون الذي كان اليوم شرف تقديمه كماني تقدم تملي بمشروعي مراسيم من أجل مصادقة على عقود استكشاف إنتاج مع شركة شل في مقطعين سي عشرة و سي أتساط عشر طبعاً لا يعود شركة شل شركة من أكبر الشرائق العالمية في مجال تطوير والبحث و إنتاج البترول والغاز و دخولها في السوق الموريتاني و دخولها الموريتاني ذا الأيام الماضية كان حدث المتابعين كامل لا شك عنكم تابعتوا لإعلام الدولي لإعلام المختص و الإعلام قاعدة اقتصادي العمومي طرقوا للحدث ذهو لأنه يعتبر حدث اقتصادي عالمي دخول شركة كبيرة بالحجم ذهو الموريتاني غير للفتم و للانتباه و عنها دخلت في فترة متواجد معانا فيها شرائك أخرى كبيرة دخلت اللي هي شركة أكسون موبيل الأمريكية و بيبيل اللي تكلمنا عنها و شركة توتال إذن موريتاني اليوم أصبحت فيها ربعاً من أكبر شرائك العالمية بالمجال و هذا دليل و واضح على النهج لقابة الحكومة و هذا سياسة لقابة الحكومة لمرتكزات هشين هما أولاً توفير الأمن للمستدمر توفير إطار قانوني وتوفير إطار قانون يعود يعود المستدمر عنده ذقة في قانون و في عدارة البلد اللي فيها و مملي ثم يعود مدونة عندها محفزات تعود تخلي المستدمرين الكبار جوها و موريتاني اليوم تواجدوا شرائك العربع الكبار في العالم ما هو ياسر عنهم يعودوا ما ياسر فيهم يعودوا وتواجدين في نفس الوقت في دولة واحدة خاصة دولة ماذا تعادي إنتاجها ذاك هو إنتاج كبير و ليام ذو مو خارج إذن هذا يضمن يعطي آفاق واعدة للقطاع له و لهين هون نجبر فرصة نتكلم عنهم من جانبين جانب القانون اللي وخط منه واللي يعني الحق اللي يستغل عن قريب إن شاء الله 2021 وجانب الآفاق اللي هم ذو الشرائك الكبيرة اللي بتبارك مع استثمارات كبيرة من أجل عنها تنقل و تجبر إن شاء الله الواعدة اللي جاءوا الأساسة عنها تاخرق على عرض الواقع الشروط التعاقدية مما اللي لี่ عدلنا مع ذو الشرائك شروط شروط وحسنت بالنسبة للعقود اللي قبل ذلك وحسنت سواء كان ذلك من جانب مشاركة الدولة في العقود سواء كذلك من المبارغ اللي تندفع للاحقة مستويات معتظرة مقارنة حتى بالبلدات اللي فيهم عادت انتاج سواء كان بالمحتوى المحلي سواء كان ذلك فيعادة تأهيل الحقول فيما بعد ذلك إذن شروط تعاقدية جيدة ولله الحام لأنه نختم بأن هذا اللي خلى ذلك الخلطة يجوا بالشرائل كذلك هم يجوا واللي خلى ذي هذه الاستثمارات الكبيرة خارقة في البلد ما فيه مثلا اللي ينعود واضحين للإستقرار والأمن وهذه الجاذبية مدونة الاستثمار هو اللي ملود له وهذا هم اللي للمستثمرين يبحثوا عنه ولهم جايين اللي يشيروا رواية وماشيين بها ولهم جايين ليضوا بضاعة ماشية جايين باستثمار طويل الأمد جايين لا مستوى تنقيب واحد منه برنامج واحد منه برنامج على مستوى 9 سنوات ونعود فيه تطوير وفيه إنتاج يمشي إلى 40 سنة 50 سنة إذا عنها عقود على المدى الطويل ومدة برهان ذيقة برهان ذيقة عن ذيقة في بلد نوي الله الحمل وفي ظل الاستقرار وهذا اللي راجي إن شاء الله عنه يتم متواصل والسلام عليكم ورحمة الله شكرا سيد الوزير السؤال يتعلق بالسروط التعاقدية اللي ذكرتون فيها تحسينات ما ذكرتون النسبة المئوية بالضبط من حصة تمثل حصة موريتان مئويا من الإنتاج وأيضا العقود مع الشركات من درا كانها مستمرة إلى انتهاء المخزون والله كانها المدة زمنية لا هي تحدث موريتان لاحقا تسير وسائل الاستغلال شكرا معاي الوزير أنا نبقى نسوّل عن المليون له عشر سنوات تقريبا عشر سنة باستثمار من مجال الطاقة اللي بإعطاء الرخص نبقى نشوفوكم نهار والله السبوع والله السنة المقبلة اللي عدنا سالمين كاملين تقولنا عنكم لا يدشن المشروع الفلاني كوسموس لهذا قريب لاخل سنواتهم شركات سابقها جات ومشات ما ظهر لك كانوا واحدين فيه نبقوا نعرف الفترة الزمنية المعطية للشركات اللي كان معطيها فترة الزمنية وفاو فيها والله مفتوحة شكرا هذا بشراء على كل حال الموليتان ونبخورين به لأن الموليتان الحمد لله يرقى بزال خلق تفزال لطاقة زين وبشر الموليتاني ينطم بتشروبي السؤال الأول مع الوزير منظر اتفاقية لمعادرة الموليتان مع بريتش بيترولوم وشركة كوسموس أين الحكومة الموليتانية والسينغالية من ما يتعلق بشي نقاله التسيير منظره كان كوسموس اللي اعطات النسبة البريتش بيتروليوم يعني هي اللي يتجيري منظره كان اللي يتعودها مؤسسة ميكست مبين الموليتان من السينغال يتعود يموية اللي يتجيري يتعود المدير من السينغال رئيس مجلس الدارة من موليتان والله لقع مهول اتفاقية الجزء ثاني من السؤال يتعلق بشركة شل اللي وقعته مع الوزير أخيرا يوم منذره عشرين منذره الشهر منظره الشيني الكمية والموقع الجغرافي اللي يتعود فيه الشل شكرا 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 على السيناء لعين شعوري حسب الترتيب بنسبة سؤالكم عن الشروط التعاقدية اللي في الوقود في فرق بين فترة التنقيب وفترة الانتاج وهذا ليعود مرتبط بسؤال اللي طرح أحد الإخوة الأخرين انتلا إن شاء الله ننجوهم بشرينهم بانتاج فترة التنقيب للمستثمرين له هذا استثمارات الكلف ياسر بيئر واحد للنفط في عماق البحار يقارب مئة مليون دولار بدون ضمان على شركة تجبر نتيجة هذا هو طبيعة هذا العمل له هو على استثمارات فيه كبيرة فترة فترة التنقيب وبالتالي نسبة الدولة الفترة التنقيب الهدف منها ما هو أنها تقعد مرتبعة الهدف منها مراقبة لدى لا يخلق وتقعد تحرر الاجتماعات كامل وتقعد وتراقب عليهم بطريقة مسائرة المشروع كامل كونها تقعد كبيرة ما هي أقبال المهمة مهم فيها تقعد حضور بالتالي في عقودنا نحن كامل 10% فترة التنقيب لأن هي 10% نحن لم نساهمين لا نساهم في تكاليف التنقيب هنا نجي فترة الانتاج يتحول الأمور إن شاء الله يخلق الانتاج ذلك الشروط التعاقدية التي تحسنت هنا على أن كالنفي الماضي النسبة تمشي من 10% إلى 14% نحن تخطعت 20% في الشروط التعاقدية هذا يعتبر تحسين كبير لأن 0.5% من الفترة الانتاجية يعتبر نجاح كبير إذن مشات من حدود 10-14% أنني انتخطعت 20% وهذا التحسين يغير منبهون عنه جدوائية لا فترة الانتاج سابق ذلك فترة الاستغلال ماهما جدوائية كبيرة فايدة كبيرة بعد أن نعضلوها 20% كافية تعود لك 10% لها قانون مدونة الموريتانية لديك 10% فترة تنقيب التي تتحضر بالنسبة للشطة الثانية من سؤال الأخ الذي يتكلم فيه عن مضاييكان هذا كانوا ساري المفعول لمدة عمر للحق الكامل وكانوا يعقب يعود مرحلة أخرى الدولة عندها بالنسبة العقود لأن نحن عندهم يعتبر من أحسن نماذج لأن بدايتهم تعد الدولة عندها قرعة يغير معا باش تقدم الوقت باش زادت قرعة الدولة ونقصت قرعة الشركة التي استثمرت يسنت المستثمر يرد شيئا وشيئا استثمرات هنا يرد هم باش رد رد هم اللي باش زاد قرعت نحن وهذا هو اليوم من أحسن نماذج الخارقة في العالم للنوع من العقود ما تعد رواية ذابتة طيلة عمر الحقل بإعادة حقل كبير نحن في النهاية ما ربحنا وهذا هو أحسن نماذج في بالعقود للإستشاف والمطبق عندنا وبعض الدول عادت ماشا شعر مهامت تعدل نفس النماذج بالنسبة للسؤال الثاني اللي يتعلق كما قال لك عن السنوات الأخيرة عن جاين مستدمرين وجاين معطر وخاص معطر كما قلت لكم هذا كامل عبارة عن سياسة وتوفير أمن وتوفير الظروف استدمارية يأكل إمكانيات للتنقيب عندنا نجيبوها للبلد واليوم متواجدة فيها أربعة من أكبر الشرائك ليشل وأكسون موبيل وببي وتوتال وهذا كلهم كوسموس متواجدة غير هذه الشرائك الأربعية التي قلت لكم الأول هم من أكبر الشرائك على المستوى العالم كما قال من ينتخرصوا ويتشجبروهم هم أكبر شرائك متواجدة متواجدة اليوم والتاني كوسموس بالفعل جاءت هون وكانت لها مجهة كانت عنده فايدة كبيرة لأنها الاكتشاف الأول وعدل معدلته هي غير سياسة اليوم مواضحة لأنه يكساء نينجبرو عدل أبدو من يبحث الشركة آخر كبيرة تطور ومن جاء ببي ببي نحن اليوم عندنا هم مباشرة اليوم الشرائك الكبار وبالتالي عند الدولة من الأمور عنها تعدل توفى للكتلكم آمن وسياسة استثمار تقود واضحة وجود المستدمرين يستدمروا اللي عندهم إمكانية تقنية عنهم يجبروا راجعين إن شاء الله لأنهم يجبروا يغير بعد السبا خرقت ولا حوال لا قوة الله بله مدجات قبلت شرائق الكبار وعادت متواجدة اليوم متباركة مع استثمارات كبيرة بالبلد لا حول لا قتل بالله عاجين إن شاء الله لأننا نرجع لكم يوم ما نقول عن خرق اكتشارات غيرا نختار واضح نحن ديوم القطاع والدولة هذه الفترة من 2008 لها وخامة رئيس الجمهورية هذا اللي خلق فيها ذا المجال اللي عادت موريتاني ديوم تذكر في جميع البلادات كيف قد تجد من المستثمرين هو عادلة اكتشاف في جرام التحت سنغاليين عندهم نفس اكتشاف أكثر إذن فمشي خرق هون ماهو في البلادات الأخرى لذي خرق شنو وعند البلاد آمن وعند اللي مقال فيها حق وعند شفاف وعند ماهو مدى تلوض الاشي ماهو واضح عند كامل معاملات واضح حسين وماهو ماهو مايعد جاو لماذا ما هذه السياسة اللي عد الفقامة رئيس الجمهورية هي نتائج ذاهم وآفاقها وما كنت نقول لكم مارك آفاق بني اللي تعالى وعند اللي عنها لا جيد وعيد بالنسبة لسؤال الثالث اللي يتعلق بالإجراءات التطبيقية للعقد اللي مع بي بي هو اللي يتم لا خارق كما كنت لكم بي هذا العقد الشي يقول يقول الحق الذي هو يخرج الانتاج اللي يتقاسمو مبينات مبينات بين موريتاني وسنجال يغير كلنا قرأتو طبعا هناك مؤسسة تقضع للقانون للبلد اللي فيه وهي اللي تسيّر وهي اللي عند الالتزامات وهي اللي تكتتب العمال وهي اللي اللي تعود هن طبعا خارقة في موريتاني واحدة وخارقة في سنجال واحدة يغير كل ما يعني الحقل من نفسه وهو اللي كنت سارع لها مفعول للاتفاقية هذا هو سؤالكم الاخير عن الشل والمنطقة اللي فيها هي منطقة من حوض الشاء الساحلي المقطع السي عشر سي ديس والمقطع السي تساطاش ما هي بعيد حتى ما هي العمق البعيد ويلودوا فيها وقالوها هون قالها رئيس متنفيذي مجي هون للموريتاني يوم الهنين تعدل اكتشافات ذي الفترة الاخيرة ذو الشهر الماضي الكبيرة في يمن البرازيل ومكسيك ذيك البلاد الدكية وتشابه جيولوجيا للمقاطع وبالتالي نويدوا أنهم يجبروا نفس الكميات وكميات معتبرة وذن نوع من الشرائق ما يجي يدور رائع اكتشافات صغيرة لأنهم لا بدانهم من آفاقة تعداد كبيرة حتى ذا نوالي عنهم هذا هو مهمة السيلة التي نطرحو لأن سابقا نذكر في البداية أعلن لا شك عن هذه السياسة التي خلقت فترة فخامة رئيس الجمهورية وخلت هذا البلد اليوم قبل المستدمرين اللي قطعا ما هم مرتبط كيف قلت لكم عن خلق اكتشاف ما اكتشاف اللي خلق في البلادات ولا جاول مستدمرين ولهم مدى جاية ليتشري بضاعة وماشى جاية مستدمر على فترة طويلة مناعا عندها ذقة في ذلك البلد والطريقة المعدلة فيها والطريقة البلاد الواعد اللي عندها فيها ذقة السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم معاي الوزير في الاسبوع الماضي في مثل هذا الموقف ادليتم بتصريحات اثارت ضجة كبيرة على المستوى الاعلامي والسياسي وحتى البعض طالب بتقديمكم شخصيا للعدالة بتهمة التحريض على خرق الدستور رغم انهم كانوا ايضا في فترة ما يحرضون على تنحية الرئيس بطريقة غير دستورية سؤالي تحديدا نريدكم ان تقولوا لنا قولا فصلا لا نسألوا بعده احدا غيركم بخصوص المأمورية الثالثة هل لازلتم عند قولكم ان الرئيس محمد العبدالعزيز سيكون هو الرئيس الموريتاني في مثل هاي الايام من السن المقبلة بحول الله طبعا هل تؤكدون هاي المسألة ام تشرحون مضمون الكلام الذي أدريتم به في الاسبوع الماضي والذي ضجة كما قلنا سؤال اخر فيه مجموعة من الحقوقيين الموريتانيين اتهمت الحكومة بمنعها من السفر بطريقة غير قانونية كانت تنوي السفر الى جنيف لحضور ملتقى دولي حول مكابحة التعذيب قيل انكم انزلتموهم من الطائرة بعد ان صاعدوا اتهموكم اتهموا الحكومة بعرقلتهم عن حضور هذا المؤتمر ما الذي تقولونه بخصوص هذه المسألة شكرا سيد الوزير سيد الوزير خلال الايام الاخيرة نبه قانونيون الى النظام القانوني صفر ستة الفين وثماني عشرة صادر بتاريخ 12 فبراير الفين وثمانتاش والمعدل للقانون صفر تسعة عشرين الفين واثنى عشر المتضمن القانون النظام المتعلق بانتخاب النواب نص على ان النائب الممثل للموريتانيين في الخارج هو من يحضر عليه الترحال السياسي فقط ويفقد مقعده حينما يرتحل من حزبه الذي انتخبه على عكس النواب المنتخبين في الداخل والذين يمثلون اغلبية النواب الموريتانيين كذلك العدد 1407 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 28 فبراير الفين واثنى عشرة اورد نصين متتاليين احدهما ينص على ان النائب المنتخب في الخارج يفقد مقعده حين ما يتخلى عن حزبه في حين لم ينص النص على اي شيء بخصوص النائب المنتخب في الداخل هل يعني هذا سيد الوزير طعنا للمعارضة المحاورة من الخلف والتي اتفقت مع الاغلبية على منع الترحال السياسي من خلال فقد النائب او المنتخب ايا كان عمدة او شيخا او غير ذلك او مستشارا بلديا في السابق هذا قبل حل الشيوخ اذا نص هذا الاتفاق على منع الترحال السياسي من خلال فقد المنتخب لمقعده حينما يرتحل هل يعني هذا طعنا في ظهر لهذه المعارضة ام انها ثغرة قانونية واذا كان النص على ما هو عليه سيد الوزير هل هو تنظير حكومي او حزبي من الحزب الحاكم مبكر لاحتواء المغاضبين الذين سيترشحون من خارج الحزب على ان يفتح لهم المجال للعودة اليه من شديد في حين يمنع النواب المنتخبون في الخارج والذين نعرف جميعا انهم انما ينتخبون من الحزب المسيطر على البرلمان من الترحال لانه من الحزب الحاكم الوزير الوزير قضية اليه ثار جد كما قال المتدخل والله زميلي ساعد بوه قضية انك دائما تخلي الناس في قضية مهمة تقول نظام ونظام طبعا كلمة اخيرة لكن التصريحات الاخيرة قلت الرئيس والعبد العزيز بالصريح لن يغادر ولم يغادر هذا هو ما اجعل البعض يذهب الى القضاء في قضية تصريحكم الاخير السوء الاخر يتعلق بقضية مصير وزارة الإعلام الماضية اللي تم حلها مزالوا عمالها حتى الان عالقين منذر كان متابعين لكم قانونيا والله شنه مصيرهم وقضية تقييم واللي قال عن القمة الافريقية علاء عنها نجحت دبلوماسيا وامنيا لكنها اعلاميا فجلت فكانت التقاليل الدولية باهتة والله كان ذكر عمالي لتمثيل الوزارة اللي عالقين عمالي حتى الان وشكوا السلام رحمة الرحيم بالنسبة لما يتعلق باتهام الحقوقيين اللي ذكرت بانهم بانسانهم من الطائرة وانه هو الحقيقة مليتاني عندها التسامات دولية وامرية اتجاه الهجرة غير الشرعية ولا يتعود وتعرفوا عن السابع الماضية ان قوات البحرية خفر السواحل انها طبطت لفيف من المهاجرين غير الشرعيين مرة 150 ومرة 240 وهذا المهاجرين غير الشرعيين ايضا يمروا عن طريق المطارات ولذلك دائما السلطات انطلاقا من هذه الاتزامات اذا شكت في اي تأشرة تجري تحقيق عن مصدر التأشرة واين اوخذت وهل هي صحيحة فعلا ام مزورة ومن هذا القبيل اجاء التأكد من تأشرة الذين اشرت اليهم عندما حصل الشك في حصولهم على التأشرة ولا يعد الامر هكذا انه نوع من محاربة الهجرة الشرعية لمن شك في تأشرته انه اخذها بطريقة الشرعية هذا هو اللي حصل بهذه القضية وهي ملابسات طبيعية وتقع في اي دون اخرى اما الحقوقيين وغير الحقوقيين فهذا يمشون ويسرحون ويمرحون وما قطع اعترض لهم بالنسبة لما قلت حول القانون المنظم الانتخابات هذا ليس ليس طعن سنأتي لي هذا ليس ليس طعن ليس طعن المعارضة في الخلف ولا في الامام وليس ايضا تحايل على القانون انما القانون هذا جاء فقط القانون البرلمانيين هذا انتهى قبل سنوات القانون هذا المستهدف هو البرلمانيين الجدد وهو ينص على منع الترحال السياسي على البرلماني الجدد ولم يتحدث عن البرلماني الباضيين هؤلاء قانون هم كما هو القانون الذي يمنع الترحال السياسي يجري على جميع المنتخبين وفق اتفاقية السياسية 2013 الحوار الأول 2011 ولا زالت كما هي إنما الجديد هو أنه بعد إلغاء مجلس الشيوخ وتعلمنا أنه كان هناك الشيوخ هم اللي يمثلون البرلمانيين في الخارج الجمعية الوطنية النواب لم يكنوا يمثلون النواب المريتاريين في الخارج وإنما كان تمهيلهم من الشيوخ الآن انتقل تمهيلهم إلى النواب فصار لابد لابد من قانون ينظم تمثيل الجاليات في الخارج في الجمعية الوطنية فشاء هذا القانون بجميع بنوده ما يتعلق بانتخابهم ما يتعلق بعددهم ما يتعلق بالمناطق اللي فيها ما يتعلق بمنع الترحال السياسي عليهم كما منع منه الأولون هذا هو الحاصل القطير ولا سهل كما كان لم يكن هناك تغيير ولم تطعن المعارضة ولا غير المعارضة لا في الخلف ولا في الأمام ولا في الوسط بالنسبة لي ما ذكرت حول حول المأمورية أنا أعتقد أنه ما قلته الأسبوع الماضي لم يكن بدعا من القول بالنسبة لي ولا بالنسبة لكم أنا قلت لكم عدة مرات أن هذا النظام أنه ما هو ماشي وأن الرئيس ما هو ماشي وقلت لكم على الموريتانيين أنهم متعلقين بهذا النظام ومتعلقين برئيس الشمهورية والنجازات التي تحققت في عهده والتي وفقه الله عليها وفقه الله فيها سواء كانت في المجال الأمني أو المجال الدبلوماسي أو المجال التنموي أو الخدمي أو الإنتاجي كما كان يتحدث عن الوزير الآن أو حتى حفظ كرامة الموريتانيين وسيادة الموريتانيين وقيمتهم وحفظ هويتهم الإفريقية العربية الإسلامية وهذه السمعة والكرامة التي عادوا الموريتانيين يعيش فيها هذه الأمور كلها يشعلت الموريتانيين يتشبثون بهذا النظام ويتشبثون برئيس الجمهورية ولا يريدون ولا يسمعون لمن يريد أن يدفعهم إلى المجهول طبعا هذه قناعتنا وهذا كلامنا نعبر عنه كما المعارضة أيضا يعبر عن قناعتهم وكلامهم دائما بللهم آحيانا يتناولوا من الفحش السياسي ما هو وفوق هذا الموضوع ولم يقل أحدا إنهم يحاكمون فليماذا هم يعبرون عن قناعتهم وذاك الذين يدوروا لا يحاكمون بأنهم نعبروا عن قناعتنا ونغدلوا ونقولون الذين ندوروا يقول حد success أنهم يحاكموا نحن لا ينتموا نقولوا ذاكه تظاهرنا ونغدلوا هأن66 أرهم هم هم يقولوا ذاكه تظاهرة لهم أشكركم السلام عليكم مرحبا يا باران